أهلا بكم في حلقة جديدة من الريمونتادة ونبتدع معاكم باستعرض أبرز الأحدث الرياضية اللي بتصدرت النهاردة الثاند في مصر والعالم والبدأ من حراسة مرمت نادي الزمالك في مباراة نهائي كاس مصر أمام الأهلي اللي الجماهير البيضاء مقاسمة ما بين محمد عواد ومحمد صبحي اللي بيقدم أداء ثابت خلال الفترة الماضية مع الفريق محليا وإفريقيا بعد جماهير الزمالك شايفة إن عواد مش موافق قدام الأهلي خاصة وإنه محفظش على نظافة شباكه في 13 مباراة مع كل الأندية اللي لعب لها وشايفين إن صبحي ياخد الفرصة كاملة خاصة وإن جماز مدارب الزمالك الجديد بيعتمد عليه بشكل كامل في الفترة الماضية والبعض الآخر شايف إن مستوى محمد صبحي مش ثابت وكان بعيد عن المباريات وإن عواد هو الأجهز نفسيا وبدنيا الأمر اللي دفع الجماهير على مواقع تواصل اجتمامي المختلفة للتعليق على اختيار حارس الزمالك في المباراة النهائية وكتب رضوان بدير أول تعليق معنا أما التعليق التاني دكتور عماد بيقول هو أو صبحي مش فرقة المهمة فرقتنا تركز وتنهي الهجمات بإذن الله ولا نستخف بالزمالك مش وقتها خالص ولا وقت إننا نديهم دفع وفرصة يقفوا على رجليهم تالت تعليق معنا صفحة أحسيات وأركام رياضية بتقول محمد عواد في كل الأندية اللي لعب ليها في مواجهات الأهلي سكن شباكه 21 هدف خلال 13 مباراة حافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط أما التعليق اللي جاي من صفحة فن وهندسة بتقول نادر السيد حارس المرمى السابق قال من الأفضل بالنسبالي إن يبدأ محمد عواد أساسياً في تشكيل الزمالك أمام الأهلي خصوصاً إن محمد صبحي كان بعيد عن المباريات ولم يصل للمستوى الجيد والأجهز نفسياً وبدنياً هو عواد أنا مؤيد لوجود التبادل بين الحراس لكن ضد سياسة الدور دلوقتي تعالوا نشوف قراءة جماهير في مين الأفضل لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي في نهاي كاس مصر ونرجع لكم مرة ثانية من الوقت نظر حرتك مين الأفضل بحراسة مرمى الزمالك في مرات القمة عواد طبعاً عواد ليه؟ بسم الله ما شاء الله عواد بالفتنة كده يعني لو وصلنا حتى ضربات جزاء بالنسبة 99% لا وحش شو ماخر محمد عواد لأنه هو اللي عنده خبرة وبعدين مستوى محمد صبح أصلاً مش متسابت الفترة دي لا طبعاً هيبقى عواد إن شاء الله لا هو العواد اللي أفضل بكتير وإن شاء الله في المنتخب وبإذن الله عواده اللي يبقى أفضل ويبقى نجمل ماتش كمان محمد عواد عشان أول أحسن ومحمد صبحي محمد صبحي يعني ساعات بيسرح كده في حاجات غريبة بصراحة وكل غريبة بتخشي منه فأول محمد عواد أحسن يعني من الزمالك للأهلي اللي برضو جماهيره منقسم الجزئين على مين هيقود الجهة اليمنى أمام الزمالك في النهائي هل محمد هاني لعب الفريق الأساسي ولا الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد اللي كانت عليه أزمة كبيرة وصراع على مين هيتعاقد معاه من الأهلي والزمالك جمهور الأهلي مستني يشوف عمر كمال عبد الواحد في مركز الزاهير الأيمن بس مستوى محمد هاني الجايت في الفترة الماضية بيخليهم مترددين في اختيار الأفضل منهم لقيدة الجهة اليمنى للأهلي أمام الزمالك في كاس مصر الأمر اللي دفع الجماهير على سوشيل ميدا للتعليق على اختيار الزاهير الأيمن في المباراة النهائية وكتب عمر صفت أول تعليق معنا بيقول أكرم توفيق ولا محمد هاني ولا عمر كمال في ماتش القمة مع ذكر السبب بالنسبة لي الماتش ده أكرم عشان محتاج أقفل على الوينجات بالضبة والمفتاح والشق الهجومي فيه كتير يقوموا به أما التعليق التاني من محمد سيد بيقول بالنسبة لي عمر كمال لأنه كويس جدا دفاعيا يقدر يقفل الجبهة اليومنا كويس جدا وكمان عنده نزعة هجومية مميزة وانت محتاج الاتنين بكات يقوموا بأدوار هجومية بالإضافة للوينجات وياسر بيقول هاني خبرات ودايما بيبقى نجم المباريات الكبيرة ولعب الأهلي والزمالك كتير أما وائل الرايس بيقول عمر كمال لأن أقومه مهجومية لأن الوينج الشمال للزمالك اللي غالبا هيكون المصطفى شلبي أو ناصر ماهر مش بنفس قوة الوينج اليمين زيزو واللي هيقلل من سعود معلول للهجوم وبالتالي لازم من ناحية اليمين تشتغل هجوميا أكتر ودرقاتي تعالوا نشوف أرايج جماهير في مين الأفضل لخلط الجبهة اليومنى للأهلي أمام الزمالك في نهاية كاس مصر ونرجع لكم مرة تانية نهاية نظرة كولر الأفضل يبدأ بعمر كمال ولا بمحمد هاني في الجبهة اليومنى في مبارات الزمالك بنهاية كاس مصر والله يعني الاتنين يعني ما فيش اختلاف عليهم ولكن الأفضل محمد هاني كخبرات مبارات السوبر بقى مبارات الكمة عموما أنا برشح أن أفضل حاجة هو محمد هاني لا محمد هاني لأن محمد هاني عنده خبرة في مبارات الزمالك بالنسبة للمبارات الأهلي ورزمالك عن عمر كمال وبعد ما ننساش أن عمر كمال أساسا يعتبر لسه جديد على الفريق وما تأقلمش مع الفريق لا بعمر كمال أن محمد هاني ضعيف شوية في الدفاع عشانه بيبقى موكف واحد على واحد الجناح بيأكله على طول وعمر كمال أحسن منه في الناحية الدفاعية ومحمد هاني بيتعب بسرعة فبالنسبة عمر كمال أحسن أنا شايف من نهاية وجهة نظري أنا محمد هاني هو أفضل أنا شايفه هو في مواراته وكل حاجته أفضل من عمر كمال لأن أنا برضو مش بحب عمر كمال بصراحة محمد هاني ولما تلاقي النتيجة استلقيت معك كويس ابدأ غايز ما تعالي تغير ما تبدأش مع عمر كمال على الأقل يبقى بيه الجهة اليمن بتاعتي تشغالة زي ما أتعايز وبدأ اللي أنتعايزه خلاص بيكمل ما فيش خلاص يغير موضوع طبيعي إنما هتبدأ مع عمر كمال وراحظها هتحمل اللعيم الجديد السباف الجديد المسؤولية ما ينفعش طبعا ومن الأهلي نروح لتنهاج مدرب فريق منشستر ينايتد اللي مقدم أداء غير مرضي لجماهير الشيطين الحمر منشستر ينايتد تلقى هزيمته الحداشر في الدوري الإنجليزي على إيد منشستر سيتي بنتيجة 3-1 على شنية بتاعي بشكل كبير عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل انتشرت العديد من الأخبار اللي بتأكد اقترب رحيل الهولندي تنهاج عن تدريب منشستر ينايتد خاصة بعد ما لعبت الفريق وسلوم أخبار إن الإدارة ستقوم بإيقالته في نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج دخل العديد من رواد المواقع التواصل اجتماعي المختلفة يعلقوا على الأمر وكتبت حراء أول تعليق معنا بتقول يا أمر إستير جيم يعتكلف في الحصول على دان أشوريث في منشستر ينايتد قبل إجراء مناقشات مع الأعضاء الرئيسيين الآخرين حول مستقبل تنهاج إنه يخشى إقالة تنهاج وتعيين مدير لا يتوافق مع دان أشوريث التعليق الثاني معنا كان صفحة EPL World قالت تنهاج اعترف للطاقم التدريبي والوكلاء إنه لا يمتلك أي ضمانات حتى الآن بشأن مستقبله في منشستر ينايتد أما التعليق الثالث معنا عبدالله بيقول بعد إقال التنهاج وتعيين المدرب الجديد دعونا من الآن نفكر كمان مين بيكون مدربنا بعد موسمين كمان وهل هو قادر على إحياء مسيرة راشفورد أم لا إلا أكيد بتنتهي في الموسم الثاني مع كل مدرب وبعد الكلام عن تنهاج تكون ترنداتر ومنتهد النهاردة خلصت ونقابلكو بعد الفاصل مع كابتن ميدو